بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء طلاب الصف الخامس درسنا اليوم عن مصدر الفعل الثلاثي الوارد في الكتاب صفحة 89 مستعينين بالدسية التي تم أعطائكم إياها سنعلم معا ما المقصود بمصدر وما هو الفعل الثلاثي سنبدأ بمعرفة الفعل الثلاثي أولا الفعل الثلاثي هو الفعل الذي يتكون من ثلاثة حروف فمثلا نقول أكل شرب نام كل هذه الأفعال تتكون من ثلاثة حروف لذلك سميت بالأفعال الثلاثية حسنا ما هي المصادر؟ ما هي مصادر الأفعال الثلاثية؟ سنتعرف معا على معنى كلمة مصدر وكيف يتم أخذ المصدر من الفعل الثلاثي؟ أولا سنعرف مع بعضنا معنى المصدر المصدر هو اسم إذن أولا هو اسم وليس بفعل ثانيا يدل هذا الاسم على حدث معين على حدوث شيء معين لكن هذا الشيء غير مقترن بزمن فمثلا عندنا الأفعال مقترنة بزمن فنقول مثلا فعل مضارع فعل ماضن فعل أمر بينما المصدر هو اسم ويدل على حدث لكن هذا الحدث لا يقترن بزمن أي لا يرتبط بزمن أي لا يدل على أي زمن وطالما أن المصدر اسم فهو يقبل علامة من علامات الاسم وهي التنوين ويقبل أل التعريف هناك علامات كثيرة للإسم من ضمن هذه العلامات أنه يقبل التنوين ويقبل أل التعريف يقبل دخول مثلا حروف الجر عليه حروف الجزم وما إلى ذلك لكن المصدر يقبل من علامات الاسم التنوين ويقبل التعريف فمثلا عندما نقول انطلق فعل ماضن مصدر هذا الفعل انطلاق سنرى الآن مع بعضنا كيف يتم أخذ مصدر أي فعل سواء كان هذا الفعل ثلاثي أي من ثلاثة حروف أم كان هذا الفعل فوق ثلاثي أي من أكثر من ثلاثة حروف انطلاق تقبل أل التعريف فنقول الانطلاق وتقبل التنوين فنقول انطلاق هذا دليل على أن المصدر يقبل أل التعريف ويقبل التنوين كيف نعرف مصدر أي فعل لمعرفة مصدر أي فعل نضع من مجانب هذا الفعل كلمات عملية فنقول مثلا نزل فعل ثلاثي من ثلاثة حروف ما مصدر هذا الفعل كيف نصوغ مصدر للفعل الثلاثي نزل نصوغ أي نأخذ منه مصدرا فنزل عند معرفات الفعل نزل كيف نعرف مصدره نضع قبله كلمة عملية فنقول نزل عملية النزول أكل عملية الأكل استخرج هذا الفعل ليس بثلاثي فوق ثلاثي ولكن بنفس الطريقة نضع كلمة عملية قبل الفعل سواء كان ثلاثي أم غير ثلاثي ليخرج لنا المصدر فنقول استخرج عملية الاستخراج زرع عملية الزراعة طار عملية الطيران نهض عملية النهوض إذن سهل جدا معرفة مصدر أي فعل بوضع كلمة عملية قبل هذا الفعل سواء كان هذا الفعل ثلاثي أي من ثلاثة حروف أم فوق ثلاثي أي أكثر من ثلاثة حروف نأتي إلى دوسية صفحة 42 عرف لنا المصدر أولا وأن هذا المصدر يقبل علامات الاسم مثل التنوين والتعريف وجاء لنا ببعض الأفعال لمعرفة مصادرها ووضعنا كلمة عملية قبلها فقلنا استخرج عملية الاستخراج أو استخراجا إذا قطفنا لها التنوين وأكل عملية الأكل أو أكلا ونهض عملية النهوض أو نهضة هناك بعض مصادر الأفعال الثلاثية مطالبين أنتم فقط بالأفعال الثلاثية لكنها سهلة بوضع كلمة عملية سواء كان هذا ثلاثي أم غير ثلاثي لكن سنلتزم بما ورد بالكتاب فهنا بعض الأفعال الثلاثية أي المتكونة من ثلاثة حروف فقط وبالأسفل مصادر هذه الأفعال كيف نصوق مصدر من الفعل الثلاثي أي كيف نأخذ مصدر من الفعل الثلاثي وذلك بوضع كلمة عمليات فنزل مصدرها نزول عملية النزول زأر عملية الزئير لاحظين الهنز كيف كانت على ألف أصبحت على نبرة لأنها أصبحت مكسورة إير زأ إير مكسورة وما قبلها مكتوح والكسر أقوى فكتبت على نبرة ركضة عملية الركض نبحة عملية النباح نراعي الحركات بعض الكلمات لا يصبح عليها تغيير إلا بالحركات سواء عندما تصبح من فعل إلى مصدر يتغير فيها الحركة فقط فمثل كلمة ركضة الأولى ركضة الفعل لكن مصدره ركض فننتبه إلى الحركات عند وضع المصدر لأي فعل نبحة نباح زرع عملية الزراعة سهل عملية السهولة طار عملية الطيران إذن هنا الفعل الثلاثي المتكون من ثلاثة حروف وهنا مصادر هذه الأفعال الثلاثية المتكونة من ثلاثة حروف